بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بفضل الله اتعلمنا مع بعض ال-ER من البداية خالص وتعرفنا عليها وتعرفنا على مكوناتها اللي هي ال-entity وال-attribute و-relationship وبعد كده اتعلمنا انواع ال-relationships وهي ال-one to one وال-one to mini وال-mini to mini دلوقتي عاوزين نتعرف على درجات العلاقة يعني ايه درجات العلاقة يعني العلاقة دي الدرجة بتاعتها ايه بتربط ايه بتربط ايه بايه فهم ازاي يعني مثلا لو انا كلمتك عن رب الاسرة احنا عندنا مثلا كذا اسرة نفترض ان عندنا الاسرة رقم واحد والاسرة رقم اتنين والاسرة رقم تلاتة والاسرة رقم اربعة والاسرة رقم خمسة عندنا خمس اسر تمام? وكل اسرة عايزين مسلا يعني نفترض ان فيه مسلا ايه حاجة هتتوزع على الاسرة انت مثلا عندك اسر والاسر دي انت مثلا شغال في شركة ودول موظفين عندك وانت مثلا عايز توزع عليهم الحاجة بتاعت رمضان اللي هو البلح والتين اللي هو بيسموه يميش رمضان تمام او عايز تجيب لهم مثلا عسل نحل او عايز تديهم اي هدية هتوزع ازاي هتيجي تجيب رب الاسرة الاولى اللي هو ابوهم يعني هتقول له انت عندك كام ابن هيقول لك انا عندي مثلا ابن واحد مخلف ايه ابن واحد تيجي عند رب الاسرة الثانية تقول له عندك كام ابن يقول لك انا عندي مثلا عندي ابن وبنتين تلاتة تيجي تروح على رب الاسرة الثالثة يقول لك انا عندي مثلا ولد وبنت تيجي تروح عن وهكاس عنده ولد واحد او ابن واحد سواء كان ابن او بنت غير اللي عنده اتنين غير اللي عنده تلاتة وهكذا ايه هنا اللي عنده ابن تمام ده كده ماسك ابن واحد خلاص اما التاني ماسك اتنين خدت بالك هي دي بقى اللي انا اقصدها درجة العلاقة العلاقة دي درجتها ايه شايلة حمل ولا على قدها ولا نص نص ولا 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 تعالوا نشوف مع بعض ده كنت بماهد لك لايه الموضوع يعني خلاص علاقة الايه الريليشنشيب او درجة الايه العلاقة اول حاجة عندنا حاجة اسمها يونيري يعني ايه يونيري يعني احادي يعني من الاخر كده العلاقة دي ماسك كيان واحد هتقول لي ازاي هقولك تعالوا نشوف مع بعض عندنا مثالة هون خلاص عندي كيان الامبلوين الانتيتي بتاع الامبلوين ده فيه علاقة يعني علاقة اشراف علاقة ايه اشراف هل كل الموظفين مشرفين اكيد لا ولكن في بعضهم مشرفين على موظفين اخرين صح كده حلوة يبقى انا عندي الامبلوين وفيه علاقة سوبر فيجن هو بالعقل كده الموظف ده لما هيجي يشرف هيشرف على اللي بيجي يشتري منه اكيد لا يعني يعني او عمرك شفت مسلا عميل اللي يدخل يشتري فيجي الموظف يقول له انا مشرف عليك النهارده يقول له لا ينفعش هيسيب لهم المتجر ويمشي صحة ولا يبقى بالعقل كده الموظف هيشرف على مين على صاحب الشغل مسلا لا طبعا هيشرف على الموظفين اللي زيه درجة اقل منه هو اقدم منهم فعنده خبرة فاترقه اه فخد درجة اعلى في الشغل فبقى مشرف فبقى بيشرف صح على مين على موظفين زيه عرفت يبقى انت ما تجيش تعملي امبلوي وان امبلوي اتنين لا ليه لان السوبرفايزور اصلا امبلوي والسوبرفايزي امبلوي المشرف عليه موظف والمشرف موظف فهمت فاخد بالك بقى من العلاقة دي كده بص يقول لك ايه بص خد بالك معايا ركز معايا الله يبركلك عشان تفهم الايه القصة بص ده ده ايه ده لا احنا عايزين ايه اللي هو الليزر ده بص هنا ايه عندنا الامبلوي وعلاقة يعني اشراف سوبرفايزور اللي هو المشرف وسوبرفايزي اللي هو المشرف عليه العلاقة هي الطرفين بتوح عادي بس ماسكف كيان واحد يعني هي موصلة كيان بنفسه بس ازاي بص الموظف الموظف يشرف يشرف على مجموعة من الموظفين خلاص تعالى بقى نقلبها الناحية التانية الموظف يشرف عليه بواسطة مشرف واحد فقط عشان ما يبقى شلوه ريسين ويبادلوه واخد بالك ازاي حلو كده تمام يبقى هنا ايه في الامبلوي يشرف على مشرف عليه خدت بالك فهنا دي علاقة ايه اللي حاصل فيها علاقة مسكة كيان واحد فسمناها ايه درجة العلاقة اللي هي يونيري او احادية يعني ايه يعني موصلة كيان بنفسه مش موصلة كيانين ببعض يعني لا هو نفس الكيان واخد منها العلاقة واخدة منه ومدياله في نفس الوقت ليه؟ لان العلاقة مع الكيان ونفسه مش هجيب انا كيان تاني واسميه امبلوي اتنين مش هينفع يا بغلص ايه يعني هتقعد تعمل امبلوي واحد و امبلوي اتنين ماينفعش اصلا لان كلهم في النهاية موظفين وانت بتتعامل مع ايه؟ مع كيان واحد تمام زي ايه تاني بص زي عندك مثلا امبلوي تمام عندك امبلوي وفي ايه؟ ترينر اللي هو المدرب تريني اللي هو ايه؟ المدرب او المتدرب واخد بالك طيب هنا ايه؟ الامبلوي يدرب على العمل الامبلوي يدرب يدرب على ايه؟ العمل اكسر من موظف الموظف يدرب على العمل اكسر من الموظف والموظف يتم تدريبه بواسطة مدرب واحد شاف العلاقة كاي ازاي؟ ما انت لو عملت كده بشاورت بايدك زي ما قلتلك بفضل الله قبل كده؟ بفضل الله هتفهم العلاقة خلاص؟ تبدأها من الطرف ده وبعدك اترو هعملها من الطرف التاني تلاقي نفسك فاهمها خلاص؟ حلو قوي تمام عندنا بقى الدرجة التانية وهي الايه؟ بايناري الايه؟ البايناري تمام كده؟ البايناري اللي انت عارفها يعني زي ايه؟ عندك ستيودنت وايه؟ وصابجكت مسلا وفيه علاقة مين؟ علاقة استادي ما بينهم يعني الطالب يدرس اكسر من مادة والمادة يدرسها اكسر من ايه؟ من طالب العلاقة مثلا مني تو ميني مش فارق بقى مني تو ميني وان تو ميني هنا مش بنتكلم على نوع العلاقة لا هنا بنتكلم على ايه؟ درجة العلاقة طيب يبقى كده اتفقنا اي علاقة مسكة كيانين ببعض يبقى ايه؟ من الدرجة السنائية اللي هي الايه؟ البايناري زي كده مثلا الموظف يعمل في قسم واحد والقسم الواحد يعمل فيه اكسر من موظف تمام كده؟ طيب لغاية كده بفضل الله تمام اوي عندنا مثلا تيرناري درجة تيرناري يعني علاقة مسكة 3 كيانات ايه؟ مع بعض يعني الطالب يدرس اكتر من مادة والمادة يدرسه اكتر من طالب المادة تدرس من خلال دكتور واحد واخد بالك ازاي؟ يبقى المادة تدرس من خلال دكتور واحد وتدرس لأكتر من ايه؟ من طالب خلاص والدكتور الواحد يدرس لأكتر من مادة والدكتور الواحد يدرس لأكتر من طالب واخد بالك من القصة دي؟ يعني علاقة مسكة ايه؟ ثلاث كيانات مع بعض مش هاعباء ولا كاربع كيانات وخمس كيانات وستة براحتك بقى اعمل اللي انت عايزه شايف الان ده؟ حط الحاجة اللي انت عايزها مكانه خمسة ستة سبعة اربعة ثلاثة براحتك ازاي؟ يعني مثلا علاقة مسكة اربع كيانات علاقة مسكة خمس كيانات علاقة مسكة ستة براحتك بقى خلاص طلع منها وامسك اهم حاجة انت اصلا هتحتاج حاجة زي كده وبعدين بعد كده في ان شاء الله هنتطور في بحيث انك انت يبقى عندك احسن من ديك في التعبيرات بتاعتك ان شاء الله المهم هنا لو تلاحظ المادة يدرسها اكتر من طالب وتدرس في مدرج واحد ممكن نغير المدرج الواحد نخليه مني؟ يعني على الاساس ان ممكن المادة تدرس في اكتر من مدرج عادي على حسب المتطلبات لكن هنا انا ما يهمنيش فهم العلاقة قوي قد ما يهمني انك تفهم يعني ايه درجة العلاقة ويعني ايه لما تشوف علاقة تعرف هي من الدرجة الكام وتعرف نظامها ايه عشان بعد كده ان شاء الله لما نتطور نبدأ نفهم اكتر بفضل الله استنى استنى اراح فين؟ ويت انتظر سوان عملت اشتراك طب عملت لايك ده دوسة دوسة اشتراك عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك وما تنساش تدخل على موقع الاكاديمية www.حسونة-academy.com وتسجل حساب عشان يعرفك وتكون معنا دايما انشر الخير للناس في كل مكان ربنا يكرمك بفضل الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة